السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة كنت من تكونوا بخير و لا خير و بصحة جيدة مع فيديو جديد و وصفة جديدة اليوم نقترح لكم حلوة سهلة مع الاقتصادية بدون بيض بدون زبدة نحتاج هذه المكونات ثلاث مكونات بساطة متوفرة في كل بيت سكار و زيت و علبة الضانون تقدر يتحضر حلوة بنينة و شيشة و يعني تتحضر في دقائق بدون أي مجهود نحتاج كزيل سكار و كاز الزيت كاز الزيت و مرش الوصبو سكر الدناء و سكر سكر عادي سكر سقيل و لا نستطيع سكر عادي نحتاجه ضانون واحد نكها الفاني ضانون في حارة مطبخ نحتاجه ملعقة صغيرة الفاني و نضربه جيدا و يحتاجه الزيت جيد و يتخلط الزيت و يتحضر و يجب ان تكون ثم يخلط كريمي و ينضيفه و ينضيفه و خاميرات الحلويات و ينضيفه لا يمكننا أن نقوم بسرطة و ينضيفه كميزان لا تقصح لجينة و لا ترطبها نضع خميرة الحلويات 8غ ثم نضع الثانية خميرة تلقيها مع مراش لا تكون كميائية تقدر تلقيها 1.5غ حسب المركات نضيفها 1.5غ في المهم نضيفها حبيبات ثم نضيفها و نضيفها ثم نضيفها حبيبات ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفة Window لأنها مokrat و نضيفها حبيبات arda قبل حبيبات أي نوع شكلات طويلة أو الحبيبات نحاول نضيف شكلات رقية يدوب من حتى تكون تلك كيفية يدوب المهم نحاول أن نجمعها بعد أن نضيفها كوبيرات نضيفها على شكل غريبة نضيفها لا يمكنها تشكل أي نوعية كبيرة نضيفها أي طويلة نضيفها على الرقية نضيفها نضيفها حمرتها لتحمر يجب أن تكون بيضة يجب أن تضع لون معروم حمرتها لتشكل هذا نخرجها حتى تبرد و ننشعها لتسقيل أو يجب أن تضع شوكولة يجب أن تضع شوكولة يجب أن تضع شوكولة يجب أن تضع شوكولة و لا تضع لذلك يجب أن تضع لذلك لا تضع لذلك وليس لديك أيضا لا تضع لذلك في الطياب كذلك لا تضع لذلك أتمنى أن أعجبكم هذه هي الحلوى التي تضعنا هي سهلة مهلة بدون بيض نختار لكم محيدة وتشوفوا الشكل لها كانت الشيسة يعني ارتباء و الشيشة تضعون يعني تخليها ارتباء و الشيشة وهذه هي وصفة نديهات النهار إلا أعجباتكم هذه الوصفة خليوا اللايك اشتركوا في القناة مع السلامة مع الفيديو الجديد إن شاء الله في رعية الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر